اهلا بطلابي الاعزاء والمراجعة الاولى للصف الثالث الاعدادي طبعا يير ثري منهج هلو طبعا كتاب المدرسة بتاعنا نفتح بيتج نمبر تين في اخر الكتاب هتلاقي فيه براكتس تيست وهناخد براكتس وان اول سؤال طبعا تعرفين ابتحان سبع اسئلة سؤال اول محادسة الثاني مواقف التالت قطعة بعد كده سؤال القصة بعد كده تشوز بعد كده سؤال ري ريت بعد كده ريت ان ايميل او ريت ابراجراف والان مع المراجعة طبعا قلنا نمبر تين ساق بيتجي نمبر تين فين الزفيلونج دالو هيبا is going to meet her friend today ما زروا هيبا what are you going to do with your friends today تلها we want to have a picnic but we don't know where to go يبقى الام بتسأل بنتها انت رايحة فين او ناوتي تروحة فين قلت لها مش عارفة انا خارجة نوزها لكن مش عارفة فالبيت تقول لها ايه لاما تقول لها ايه garden park is a nice place for a picnic طبعا garden park حاضقة garden park احنا مكانت روحي فين نوزها يبقى تلاها ايه where do you where do you suggest we go اين انت تخترح اني حنروح تلها yes it is what can i take for a picnic ممكن اخذي في رحلة you can take some sandwiches and the cake and مثلا some bottles of water that's a good idea do i need my hat today mom تلاها yes you should take your hat the sun is very strong today تلاها early in the morning that's when the sun is not too hot يبقى تقول لها متى ممكن اروح متى يبقى هنا when when can i go to the park متى اذهب يبقى when do you when can i go to the park تلاها early in the morning من شروط المحاسة حبيبنا يبقى عارفين وط معناها ما او ماذا where هنا للمكان هنا طبعا وط كان ماذا استطيع ان افعل او اذهب هنا طبعا early in the morning وقت وزمان سألنا بوين بعد كده سواد المواقف write what you would say in it you should put on your shoes يجب ان ترتدي حزاء وتدخلها او لها ايه you shouldn't walk in you shouldn't walk in here ما تمشيش هنا a friend asks you what you thought of a scary film that has just finished طبعا صديقك بيسألك ما رأيك في الفيلم اللي هو المخيف اللي انت شفته اولوي I felt frightened I felt scary اشعر بالخوف اشعر بالبتاع طبعا انتو عارفين كاي felt بيأتي بعد felt صفة fail by last you tell a friend what you did last sunday saturday at midi واحد بتخبر صاحبك عملت افص النهار اقوله at midi on saturday مثلا I visited my grand father ضرورت جدي I went to the barcode الحديقة يبقى ريحت لاجابة بعد كده في قطع يا حبيبي ودي الاجابة عليها عشان ما نضيعش وقت مش هنقض نقراها لكن قدامكم الاجابات بعد كده سؤال القصة طبعا ماتش في سؤال القصة فارمر جري وقالتنا في القصة منت مين فارمر جري بلاك بيوتي مري لجز جينجر نحا التانية the horse who tells the story a short fat horse a horse who had a difficult bust a horse who forget his mother's advice black beauty's first owner طبعا يا جماعة قدامكم الاجابتين answer the following questions what advice سؤال القصة الجمال what advice did black beauty's mother give him نصيحة امه ايه she told him not to be not to bite or kick ما يخبطش حد او يضرب حد او يعد حد او يرفز حد يعني من الموسيقية she told him not to bite ما لا يعود او ركك طبعا what was betrybeek park like betrybeek عبر عن ايه يا جماعة it was a big house with large fields and the comfortable establish do you think that the horse like betrybeek park why طبعا زي لايك دي حبوها ليه عشان لارش اه لوت اوفيس طابلت زي how do we know that black beauty had good owners كيف هنعرف ان black beauty امتلك ناس كويسين قلنا فارمر جري جماعة بيديها طعم صحي وقتلي كويس ويتكلم معهم وطبعا سكواير جوردن ما بيحبش حد يضرب الحصان ومش عاوزوا يعملوا كاله يبقى فارمر جري طبعا هنا give the horse good food and spoke to them kindly نجعى سكواير جوردن طبعا was gentle was so kind and gentle do you think that mary legis was wrong to know the older boys of his back why why not طبعا هنا لحد الاجابة ممكن اقول خطأت في ايه او مقرتش في ايه نجي بعد كده choose when is shaman nisim is celebrated ده جماعة مبني للمجهول is وطبعا والتصريف تأتي للفعل بعد كده this book has pages than that book كتب اتحد لو لاحظنا ريت الوليس وليست كله للكمية لكن fewer للعدد قولنا fewer زينا مقارنة من اتنين people often drink طبعا drink more water in hot weather than when it is cold قولنا more معناها اكثر بتجي مع العهد والكمية نجي بعد كده الجملة اللي بعدها لما تكون على الشاطئ بتعمل ايه بتشم ايه price نسيم طبعا هنا the restaurant in the guidebook was very good recommendation I don't know how to get your house can you give me طبعا direction نجي بعد كده على السؤال right اسوال السادس when you go to luxury I think you should visit the museum recommend قلنا recommend ممكن يجي بعدها ناون او verbi زاية ing قلنا recommend يوصي verbi زاية ing او اسم او recommend that جملة كاملة او recommend فاعل يبقى اللي جابة هنا عندك او I recommend you visit the museum when you go to luxury the blue bottle has more water than the green bottle دي يا جماعة مكرنة less ودي كمية مية يبقى نعكس على طول يبقى the green bottle has less water than the blue bottle manal always helps people helpful يبقى manal is always helpful بكده انتهينا من اول امتحان والان مع الامتحان التاني عشان يا جماعة من ضيعش اللي جاء الوقت هنلاحظ هنا المحادثة ديت اللي جاي يقول لك I was frightened انا كنت خائف يبقى السؤال هي كيف كان شعورك بباكستراماتو يبقى how did you fail when طبعا the detective was in the desert هنا في السؤال التاني ده حقولت الاجابة لما اقرأ لما اقرأ بالزادل why did he go there he went there because he watched to meet the old man هنا بعد كده do you recommend do يا جماعة معناها هل do معناها هل بجاوب عليها yes or no يبقى yes I do هنا you can find many of these films on the internet قليها فين يبقى where can I find many films دي جابت المحادثة حبايبي مع بعض نيجى عالموقف نفس الطريقة قولك a tourist asks you where he can buy a map وبعد كده بندي له معلومات يبقى you can get a map add the tourist information السؤال التاني your friend has finished a book the into a book made you feel sad you want to know if your friend think the same يعني انت صاحبك هل نفس ازا ما انت حزين لما قررت الكتاب هو كمان نفس الطريقة اسألوا له ايه did the end of the story make you feel sad a friend asks you what you do before and after dinner بتعمل ايه قبل الاكل وبعد الاكل طبعا ليحضة اجابة ممكن out before dinner I wash مثلا my hand after dinner I helped مثلا my mother وكيبة اكترة جدن before dinner I help my mother cook after lunch I wash the dishes ايه بالحجابة بعد كده يا جماعة صورت لك قطعة وليها اجابات تهيت مع بعض طبعا قلنا بتاخد وقت مننا وعشان ما بقاش اداء ازعلكم مني والحجابة متين مني باضطرة اديكم اجابات بس وان طبعا بترك قطعة وتحيل بعد كده سؤال القصة نفس الطريقة على الفصل الاول كله قارفت من بلاك بيوتي بلاك بيوتي زماظر يعني ايه سكوير جوردن سكوير جوردن زوائل والاجابات دي برضو عندكم الاجابات كلها وهو هلبت بلاك بيوتي لنر بالأرج ماذا بذهاد لي بيعض الناس ويرفزهم ليه يا جماعة with people knobs الناس بيخدموا الحلوين مع ما لاحصنة الاولاد وقفوا عن زيارة طبعا الحصنة ليه يا جماعة زي وير فرايتنج انو خايفين من جينجر يا جماعة زي وير فرايتنج طبعا ليه حتل اجابة يا جماعة بيس او نو اقول ليه بعد كده طبعا هنا طبعا نصيحة هنا هنا بعد كده جملة التالتة طبعا يا جماعة ده مبني لمجهول في المضارع البسيط بعد كده اللي هو بيوت الشباب مع الصوت الملح مع السمك طبعا نيجي على سؤال نفس الطريعة الدرس اللي فات طبعا فيه هنحكي الجملة بالظبط ايوة زي الدرس اللي فات زي السؤال بالظبط فبراوري هس فيور ديز زين مارش يو دونت هف تو بي تو جو انتو زي ميزيام يبقى زي ميزيام او اي ادفايس يو فيزت اسوان شود يو شود فيزت اسوان بعد كنش يضايح براجراف مع بعض وليتر وايميلي ان شاء الله تكون المراجعة عجبتكم وان شاء الله تتم المشاركة عليها والسلام وعليكم رحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة